اشتركوا في القناة الفنانة التشكيلية الكبيرة الاستاذة ايفلين عشامالله لمدة خمس دقايق هتسيدي مهنتك او كارك الاساسي كفنانة تشكيلية وهتشتغل معانا في كار جديد تشتغلي ايه؟ مصممة ازياء مصممة الازياء ايفلين عشامالله الازياء النهاردة يعني اختلفت لو اطلب منك ان انت تصممي زي للمصريين يميزهم عن غيرهم من الشعوب هيكون شكله ايه؟ احنا لينا خصايص خصايص جوه وخصايص جغرافية وخصايص قديمة حضارية فازياءنا المفروض انها تبقى فيها زقنة مصممة الازياء ايفلين عشامالله لو حد جيه قالك انا عايز تصمميلي فستان او بدلة حسب الموضة وانت شايفة ان مش لايق عليها يكون ايه موقفك؟ يعني هي المسألة مش انه مش لايقه طالما جاي عشان يصمم حاجة تخصه يعني فبالمناقشة نقدر نقنع بعض يعني اقدر اقترقق اقنعه ان ده مش هيبقى حلو عليه مصممة الازياء ايفلين عشامالله ايه رأيك في التقاليع اللي طلعه؟ يعني البناطين المقطعة دي اصلا يعني زي الفقراء يعني العامل الفقير اللي كان في المنجم بيقعد عليه البنطلون لحد ما يتقطع وبقى موضة انت كمصممة الازياء غوية الجمال بباقي احساسك انت شايفة التقاليع دي انا ما بحترمش قوي التقاليع دي لانه لانه الفقير المفروض انه ما يبقاش عليه البنطلون لغاية ما يتقطع كده انما ما هواش اشارة للفقراء بدليل انه البنطلون بيبقى سينية يعني مصممة الازياء ايفلين عشامالله انا ليه عطها بعلا مصمم الازياء ليه دايما بتعمله الازياء للرشيقات وعروض الازياء دايما للرشيقات او اغلبها للرشيقات انا بقى عرودي هتبقى لعمة الشعب ما هياش للرشيقات فقط انا مع تصميم ازياء لعمة البشر بكل اللي فيهم تخين والفيع وطويل وقصير وكده يعني مصممة الازياء ايفلين عشامالله الالوان اللي بتحب دايما تحطيها في ازيائك ايه هي؟ الوان الشمس بتاعتنا الشمس والغيطان الخضرة والنيل الازراء والسماء يعني هي دي الالوان الواضحة خالص اللي ما هياش الوان معتمة مصممة الازياء ايفلين عشامالله انا بقعد الف كتير جبدان عشان نلاقي حاجة فيها زوء البسها ليه بقت الملابس اللي موجودة في المحلات مفيهاش الزوء بتاع زمان اللي ما فيش مصممين ازياء كتير؟ الزوء اللي بيجي لنا احنا بالتحديد بيراعوا في حاجات معينة طرقت على الشعب المصري من التمانينات احنا في العموم البلد ما فيهاش زوء عام كبير قوي لا في النظافة ولا في المباني ولا فده حيبقى جاي على الازياء مصممة الازياء ايفلين عشامالله ليه ما بنلاقيش حركة لمصمم الازياء للوقوف امام يعني عدم الزوء الانتشر في الازياء دلوقتي زمان كان فيه زوء لا اكيد فيه مبادرات لكن هي مبادرات قصرة وقليلة لما يبقى فيه نهضة للزوء العام المصري في العموم ونهضة اقتصادية حقيقية ونهضة احنا حسنها في مجالاتنا الاجتماعية حيبقى فيه نهضة في الازياء مصممة الازياء ايفلين عشامالله الخمس دقايق خلاص انتهوا وهذا رجعي تاني لكارك الاساسي او مهنتك الاساسية فنانة تشكيلية الحمد لله زعلانة ولا فرحانة لا انا مبسوطة في كل الاحوال العمومة ان انا بصمم ازياء نفسي يعني ان انا ما عنديش ما خرجتش مرة او المهنة جديد في الكار انتصار غريب